وردتنا مخاطبة من السيد أحسان العوادي مدير مكتب رئيش الوزراء حقيقة فيها مواضيع مجانبة للحقيقة أو مخالفة للحقيقة لماذا مخالفة؟ أرسلنا له كتاب رسمي وهو حق النائب حسب المادة 15 و 16 و 27 و 27 و 27 و 27 من قانون مجلس النواب في الرقابة والتشريع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يتناول موضوع انهاء تكليف محافظة البنج المركزي استنادا للمادة 13 من قانون البنج المركزي رقم 56-2004 والمادة 44 من قانون مجلس النواب رقم 13-2008 وكذلك المادة 61 من الدستوري عراقي وكذلك المادة 13 كلها تتضمن أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإرسال الأسماء إلى مجلس النواب من أجل مصادقة عليهم وهذا لم يحصل بل الأكثر والأذهب من ذلك أن رئيس الوزراء أعلن في برنامجه الوزاري أولا المحور 18 انهاء ملف الوكالة من خلال إرسال ثلاث وجبات إلى برنامجه المصادقة على أسماء مناصب الدرجات الوزراء والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وهذا لم يحصل وفي صميم عملنا هو موضوع مراقبة رئيس الوزراء ومراقبة صد التنفيذية وكان رد السيد أحسان العوادي النص التالي إشارة إلى كتابكم المرفق نود أن نبين أن دستور جمهورية العراق سنة 2005 أقر مبدأ الفصل بين السلطات والمادة واحدة حددت الاختصاصات التشريعية والرقابية لمجلس النواب كما أن قانون مجلس النواب رقم 13 لم يقرر للمجلس التدخل في عمل السلطات التنفيذية لاحظ الإجابة يعني إجابة ليس لها علاقة بالموضوع مكتب رئيس الوزراء يتحدث عن شيء وكان ما لا يعلم شيئا يعني على المثل الشعبي لأنه أنتم رد هنا طلبتم من رئيس الوزراء أنتم طلبتم من رئيس الوزراء إقالة محافظة البنك المركزي هو رد عليك قال لك هاي مو من اختصاصكم من اختصاص السلطة التشريعية التنفيذية العفو لا لا ويقول لم يقرر للمجلس التدخل في عمل السلطة التنفيذية هذا مو تدخل هذا واجبنا هذا هذا تهرب عن الإجابة تهرب تهرب عن الحقيقة فبالتالي إذا كان مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء يكون هذا جواب على موضوع يا أستاذ هادي إذا كنت تسمي هذا تهرب محافظة البنك المركزي أمامكم وبموجب القانون الذي أنتم مخولين به أن تستجبوا محافظة البنك المركزي وتصوتوا عليه أن كان يستحق أن يبقى أو لا ليش ما مرشتهوها واختصرتوا الطريق إذن في الموضوع بي شيء يحتاج إلى تفسير وكأنه واحد يلقي الكرة على الآخر لا وفقا لقانون مجلس النواب رقم 13 2018 المادة 27 من حق النائب تقديم سؤال شفاهي واستضافة رئيس الوزراء أو الوزراء الآخرين هذه مارسة ديمقراطية اعتيادية وقبل تقريب أسابيع أنا عن طريق السؤال الشفاهي تم استضافة وزير المالية وأنا مارسة الدور الرقابي ووجهت أسئلة شفاهية إلى السيدة وزيرة المالية وأجابت على الموضوع موضوع الأتمة والتحاول الرقمي وفي موضوع متابعة وحدات الإنفاق في المؤسسات الحكومية وربطها عن طريق وزارة المالية وحضرت سيدة وزيرة المالية طيف سامي ووجهت لها أسئلة في موارسة ديمقراطية في عملنا واجبنا هذا الرقابي نعم ونفس الحالة مع وزير الداخلية تم استضافة وزير الداخلية عن طريق سؤال شفاهي للسيد حسين السعبري وفعلا تم ذلك وتم توجيه سؤال شفاهي عن طريق السيدة نائبة حنان الفتلاوي لوزيرة الاتصالات إذا لماذا ما عجبتوله بالبرق المركزي وجهاً لوجه وسألته شفاهياً أنتو الرجال وديتوله دعوة ما قبل نعم رفض 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 الدعوة ولم يحضر رفض الدعوة ولم يحضر كونها بتغيير رقابة المالية تحدث عن وجود مخالفات في البنك المركزي وإضافة إلى ذلك هذه ترجمة نانسي قنقر